السلام عليكم كنت من كلكم تكونوا بخير اليوم علينا قصة جديدة أميرة فاقت وقالت صباح الخيرة ماما وهي تقول لها السعدية صباح النحسة وجه الوين واش مازالش صباح ثابة وهي تقول أميرة واش نقول لك ماما نصر خير صافية ارتاحتي السعدية والله اعتقدت خرجي لي عقلية كصقعة واش الناس كتتكبر وكتترزل وانتي كتزيدي تسطعي أميرة دابا شنوع ماما واش نرجع لدك الديس كزوين السعدية الله يغبر ليك شقف اوجه الوين الله يسلط عليك شيه بيل ويهنيني منك ومن ريحت الغمال ديالك أميرة دابا هذا هو الفطور اللي سايبتي ليه والله حتى كيف تحشهية ربي خليك ليه باش ديما تغني لي هاد الديسك قالت السعدية اوي لي وحدي على غدايدي قالت لك الفطور واش الناس تغدا ووجههم الجوع وانتي يقد قولي لي الفطور ونعري ونشدك والله حتى نخلي لك درسة العقل مرسومة في ظهرك يلفها ما كتنفعي ما كتديري وهاني قالت اميرة واماما الحبيبة قولي ليه واش كاينش ما يتحنجر قولي ما كاينش قالت السعدية الله يمسخك سير يغسلي ديك الكمارة وحلي عينيك عاد سولي على الماكلة وجمعي علي يشع كوكت راك يخلاح تيني انا اللي راني مك والديك كنخاف من اللي كنشوفك هاك عاد اللي مسكين غادي يتلقى بيك الله يقول ليه في العون قالت اميرة وانا لقيته بعده ابقى عادي خار انا هنا معشف هادي الطار ولا نقول لك ماما شوفي ليه معاك على شي بوغوص قالت السعدية سيري درقي خنشوشك ولا نجي نتفكه الله يمسخك تخافي ما تحشمي قالت اميرة نموت فيك الحنينة وعلى دك الشي ما زالة بايرة غير على قبلك الزين قالت السعدية لا 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 غير عطيني بالتيساع شوفي لك فيمن تلسقي وديري ريحة الغمال في بلاس اخرى قالت اميرة واصبح زين هذا والله الموهين نمشين عمر كرشي وهي تقول السعدية التاكلي فيه جغديد ان شاء الله قالت اميرة غادي يكون الديد قالت السعدية والله ما فيكي النفس اقرانك دار وولادهم وانتي ما زالة لازقالية هنا قالت اميرة النموت في الزين هو مع الصبر وهي تقول السعدية غبري غبري قبل ما ننوت وفي هاد اللحظة اميرة كتحق ادهرها والعلامة ديها 37 مرسومة على ادهرها قالت نهري حين فحت تشربيني تدوا في الوقت قالت لها السعدية لا هاديك غير باش نفتح لك الشعية اما كون نشدك ما نعود لك شاش ندير البنتي لغزالة قالت اميرة وناري على حالتي ومكملينها ومجملينها مسميني اميرة واللحظة خسارة فيي هاد اسمية قالت السعدية ما لحالتك شنو ناقصك اللي طعا واش بقيتي بالجوع وهي تقول اميرة الحمدولله ولكن واش هاد الحالة ديها لهاد اسمية قالت السعدية قولي هالراسك بضلي ناعسة وتباتي صهرانة لا زين لمجي بكري لا قراية لا خدمة وزيدها بايرة من الفوق حد ما يديها فيك ولكن بالسيف ما يديها فيك حد وانتي بهذا الحالة شوفي للياتك كديرات ضحكات اميرة وقالت وراه انا اميرة وهي تقول السعدية لا واه قولي خميرة عندك الحق خسارة فيك هاد اسمية قالت اميرة حقارتي عليا الوالدة غير انتي مدفية جنابك بالوالد وانا هنا قاتلاني الوحدانية وهي تقول السعدية سير يكوني تحشمي حصل ما نقجك قالت اميرة ها هي غادة حنجر اتهان نايدة بازدين اميرة في عمرها 25 سنة حبسات من القراية شحال هادي مني كان في عمرها 18 شدت الباك بمقبول غير بزي وحبست ما كملتش القراية شدت في بلاستها الرقنا هي عادية صراحة مسرارة وذوينة ولكن كتلبس عادة اغلبية لباس طويل وشلالة بعض المرات كتلبس الجينز ومع قوامش طوال ما كيلا موضة ولا هم يحزنون وما كديرش الماكياج مرة وكدير الزيت ما كيناش ديك القادية ديال كلها سيمانا شوفينك يعني بنت الشعب بنت سياس هي تعايشين على قد الحال وبوها حاميد نجار معروف بالسمعة ديالي أمها مرة مرة كتخيط غير في البطار إنها جا عندها شكليان وهي ما عندها شخوتها غير هي غدا تفقص المرارة لمها معروفة بالبنت المرزنة والمعقلة وهيتها الدقبيلة بفعيلها المهم دازت ليان هكا تصير واجي والنجير والحالة وأميرة مخشية في بيتها ولكن نهار اللي كتنود لشقة يا سالع جاع الغدايد كتفديهم في التخمال والسياق والجميع والتهوية واحتام الكوذينة عندها معاها وكتصيب دكشي ابنية وهي الحالة ديال أي بنت قالتة في دارهم وحيت هي غير قالتة في الدار بها شرى ليها واحد لابطة هي ما كانتش كتقرمسيها وكانت مادة واحدة اللي كتجيب فيها المعدان وهي الإنجليزية وهاتشي ماشي حبان في المادة وإنها محبان في الأستاذ ديال المادة اللي كان فايت تبوغيزة وخلاها تموت في المادة بزز منها وتوليتها دار بيها جاع كل مرة كانت كتدخل كيسم هي واسيمة في أيامات الليسي كانت كترسم الأحلام الوردية منيك تكون في الحصد الإنجليزية حتى تقنات اللغة بزز منها وفي الأخير تصدمات حيتمزوش دوك الأحلام الوردية تخربات ولكن ربحات اللغة ما خرجتش بيدها خاوي ومنلي كان كيجي هز القلم ديال الأميرة واللواسيمة باش يدير الغيار كان هاداك هو النهار الكبير كييولي داك القلم شي حاجة مقدسة ما يمكنش شي حدي مستوما بعد استاذ منلي شدات الباط وما بغادش تكمل وقلسات في الدار واحد النهار كانت جالسة هي واسيمة في السطح شافوا شي ناس كيطلعوا رحيل الدار اللي مقابلة مع بيت أميرة قالت أميرة واسيمة شوفي هادو وقيلة غاديني سكنه هنا قالت لها واسيمة هاد شي اللي كنشوف وقالت أميرة ايه دخلوا اللي يخرجوا بغيت نعرف وش معاكم شيتوتا ولا لا حيت دابا كنشوف غير واحد الولد برهوش وديك الصفريطة اللي حدا ما تكون غير ماما أما ديك الشارفة اللي كتشير وقيلة ماما ديك الصفريطة قالت واسيمة ها ويلي كتقولي عليها صفريطة ما زالة معرفتيها شوفي هي كدايرة كتبان فيها ضريفة وخام شيكا ضحكات أميرة وقالت باز انا بغيت نشوف التوت وانتي كتقولي ليها مشيكا يحطيك دقة ولكن الموت ونعرف اش كون هاد الناس ومنين جاو باينا فيهم ناس ملعقية شوفي شوفي على تموبيل عندهم قالت ليها أميرة والله دابا ما نرتاح حتى نعرف هاد الجيران ش كونهما شوفي لك البريهيج خسارة صغير أما كنت لويت عليه قالت واسيمة لهاد الدراجة هبط لك المورال البرهوش راي الله فعمروشي سبع سنين وهي تقول أميرة ايوالا ما كانش البرهوش نشوفه مع ابوه الشراع عطا ربعه قالت ليها واسيمة ديك الساعة غدا تقجك الصفريطة وهي تقول أميرة ودابا ما زال ما بان لبه ولا جده كنشوف غير هادو وقيل خاسنا نديروا الصواب مع الجيران قالت واسيمة وباص المهم الناس دخلوا رحيلهم والسعدية عيطات على بنتها وواسيمة تهدر معهم قالت ليهم السعدية ايجي ونقلسو نشربو كويس دقاتين ونجمهو وانتو ما مخليني مع الحيوط قالت واسيمة هي اللي ولا خالتي وهي تقول السعدية صاحتك ابنيت أميرة كتهدر مع واسيمة مشوية من بعد ما ماما هنشاتي الكوزينة قالت لا 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 ماما فيها هاد الحنية الزايدة شي حاجة ما وهي تقول واسيمة غير بقينا فيها قالت أميرة هاديك ماما وانا كنعرفها كاي نشي حاجة ما قالت ليهم السعدية هاكو شربو كويس دقاتين وجيوا عونونين سيقو الدار أميرة واسيمة بنظرات عامرة ضحك حي تعرفوا الهدف من هاد القلسة قالت أميرة وانا كنقول حنيتي فينا وهي تقول واسيمة لا ختي نسيقوها نيت ما عندنا ما يقدار قالت أميرة ولكن دبلع شي يا ماما وهي تقول السعدية أنا غدا ندوث عند فاطر ما نديليها واحد جلا بدي لها كملتها بالخياطة وانتو ما جمعوا الدار وصيقوها وهي تقول واسيمة خالتي درها راسها بغاد تعرف شكون هاد الناس والخبار غدا تكون عند خالتي فاطر وهي تقول أميرة ولكن ها كام سيان حتى أنا بغا نعرف قالت السعدية بار والله ما كتحشموه نبغي نجي نلقاكم كملتو والدار كتشحل السعدية مشات عن تجارتها منها تدي لهاج لابيتها ومنها تجي بالخبار أما أميرة واسيمة حصلوا في تسيق الدار وبقات غربها بالدار وبقات كتسيق وهي تصدم وبرقات عينيها احتلقات راسها كلها فازقة وشي حد كيعيط لها ادي كالبرهوشة حيدي ما تطريق حيدي ملي كانت كتسيق جاعل من اللي خرجوه من الدار ما زال حتى البال ملي دازت الطموبيل في الماء ولات أميرة بحال شي حد ووش لها في الزنقى كانت غدا تهدر وتحيح ولكن اللي شافت شكون نزل منها اضربها الضول ما وبقات في بلاستها وهو يقول ادي كالبرهوشة حيدي من طريق وانتي ما لقيت امتى تصيقي كنتي غدا تخرجي عليا راقع ما شفتك بمرة خلطته موبيل في بلاستها ودخل للدار اللي جاولي هادو كالناس أما أميرة بقات في بلاستها فازقة ومع الصباح علش قليها البرهوشة وذا تكملها احتسم حيلية ما قالهاش لها كملت وطلعات مع الصباح قد جد بغير بحدها وقالت شكون حاسبها ضرر ونتكبر احتسم حيلية ما قالهاش تفوه وهيا تقل واستيمة انتي مالكي مقالت ليها اميرة واحد الحيوان بعنوا بتط tie skirt البارهوش اللي كانوا كيحطوا الرحيل قبيلة تفواوهم عمرني بالماء واحتسم حيلية ما قالهاش وزايدها قللية برهوشة واش انا برهوشة وانا حاست برسي شرف واسيمة cute وقالت وحال تكنيت ر comunque يلا براهش وانتي لابسة ديكال بيجامد يلا باردي وكل شي فاني دي ره بالصحكة باني صغيرة باش غادي عرفت في عمرك 25 اميرة قالت المهم كبيرة ولا صغيرة وهو مكبر وهاز بني فول السور وقال لقع ما شفتك انا كول لي ما يشوفني بش قالت لي هواسيمة وصافيف لما تعصب يراسك بعدها كداية اميرة تفكرت بلي التبلوقات فشافتو ياسين اطويل وبينك يتريني بالصحك حيد داير بحلش تركي كيحمق قالت لي هواسيمة واهاديك وانتي قولي كيداير هادخونة وهي تقول اميرة وبحدي مني ورا حالتو حالع ضحكات وسيمة وقالت قولي شيويل خامش ما فيه ميت شار وعليها ما خنزرتيش ومسهتيش وهي تقول وسيمة عليها ما خنزرتيش ومسهتيش ملي شفتيه خسارة فيه دك المشي اللي عنده قالت اميرة وزيري وفيقيا بنتي وراه اللي خامشات وما فيهما يتشاف هما انا وياك اما هو مخلط ما بين الهندو تركيا وامريكا وسيمة قالت شنو واش متأكدة هاكاك قولي لي يحو ولدك البركوش واخد زينو منباه اجي بعدا واش متأكدة باللي سلعب المغرب وهي تقول اميرة اه انا كنت شاكة واش سلعب المغرب ولكن من اللي هضر زعزع لي يقله قالت وسيمة وناري جايبين لنا الحوت مصيد حدا باب الدار وهي تقول اميرة متفكرينيش واش انا نصبح ولمستعليه ناري والله ما كيحترموا المشاعر ديال الناس بحالنا حشو ما قاع وهي تقول وسيمة صافي في قودك عدي بدليدي كل حالة لتمرد قالت اميرة انا والله حتنمردابة الدقة جات خايبة هاد المرة تحكيت وسيمة وقالت ياك ما جاتك في القلب قالت اميرة بعدي مني وهي تقول وسيمة ويلي ويلي وراه توتا واش من توتا قالت اميرة قولي قنبولة وتفجرت فيا انا اللولة سعداد ديك صفرطة بيه ولكن هاد لأشيين عرف خبار ديالهم وهي تقول وسيمة ايجي طولي ايجي ايجي قالت اميرة شنو كاين وهي تقول لها وسيمة شوفي خالتي فاطيما اماما وماما غادي لعند هادوك الجيران اللي جاو قالت اميرة شنو احتانا بغيت ندير السواب ونمشي عندهم علاش اماما ما علمتينيش السواب ضحكات واسيمة وقالت ربي معاك حبيبة هاد الأشية تكون الخبار عندك فعلا مشاو ورحبات بهم للا خديجة واللي هي الأم ديالياسي وقلسات معاهم هيو بنتها هاجا فاطيما قالت لهم غير سمحولينا جينا انتم مازالين مهلوكين ولكن احنا هاكا ولكن احنا هاكا بغينا نرحب بكم في حومتنا قالت خديجة يرحب بك الخير للا فاطيما وهي تقول سعدية والله لا غير سمحولينا ومرحبا بكم والله يجعلنا جيران فيهم الخير قالت خديجة امين يا ربي وهي تهضر مينا ماما توسيمة قالت ونزيد نقولها لك مرحبا بك في حومتنا ابقاهم جمعين وهاجار عجبوها العيالات وشدات معاهم الخر واحد الساعة دخل عليهم ياسين وسلم عليهم وطلع مسواب حتى هون ايش غدا نقول لك لالله خديجة الله يخلي ليك ولدك ومرات ولدك اهنا بقاة هاجار كتشوف ياسين وماماها وكتموت بالضحك واحتى ياسين شدكر شو بالضحك قالت خديجة اللا ارا هاجار وياسين ولادي انا ودك صغير اراه ولد هاجار بنتي حيط رهان طلقا ياسين قال واش اخالتي ضغيه شرفتيني ورديتيني مزوج قالت خديجة بالعكس ونستونا وتعرفنا عليكم الله يجيكم الخير ويتقول لها السعدي داباء واللينا جيران اللي احتاجتيها قوليها لينا نعاونوك فيها وإلك انتي باغل يعاونك في جميع الدار احنا هنا قالت هاجار الله يبارك فيكم اخالتي ولكن خويا غدي تكلف بهدش المهم العيالات خرجوا وكل وحدة مشات لدارها أما واحد أميرة كانت كتسنة غير ايمتا ما ما هدشي غير دخلات ودارت ليها العنكات ديال بوليس قالت ماما منين هادوك الناس واشنو اسمياتهم وفين كانوا وليش جاوسكنو هنا وهي تقول لها السعدية الله يمسخك الناس كتسلم على وليديها وانتي ديرا ليك في البوليسي قالت أميرة ودابا خلينا من هاد الهضراء وعودي ليكي ديرين وهي تقول لها ماماها لا ما غدا نقول لك والو إلا بغيت تعرفي سيري عن تجارتنا فاطمة أميرة دارتها بالصح وبدأت خارجها ولكن هاد المرة حسات برقم ربعين ترسم فرش ليها حيت شيرات عليها ماماها بوحد الصندالة ديال بواها وهي تقول لها واش انتي دارتها بالصح وهذا واش انتي مصطيها ولا ما نوياش بديري العقل ها وليع لغ دايدي اشنو كان ربيانا وهي تقول أميرة إياك انتي قلت لي يا سيري إلا بغيتي تعرفي قالت السعدية واش مني تكت هدري أميرة كتعرف ماماها مزيان خلاتها قلسات ومشات هي الكوزينة ودارت فيها شوميشة وصيبات لعشة وحطات وتعشاو وجمعات وهي بغى تموت وتعرف شكون هادوك المهي تعشاو وجمعات وبها مشاين عز وتبعات ومراتو وصدوا عليهم وبقات عاميرة كتدور في عينيها وهي غدا تموت بالفقصة حيث ما عرفات وانو شوية وهي تجي في بالها وسيمة ومشات لبيتها وشدات التليفون وبقات كتشاطي معاها حيث وسيمة غدا تكون وصلتها الخبار من عندهمها عودات لها وسيمة على الجيران الجداد وسالات الهضرة معاها وتقابلات مع الشرجل تكات باش تنعذ وبدات كتخطط في الصباح فاقت أميرة بكري وهاد شي ماشي من عويدها ومشات ديري كتل الشرجل بقات شاد ده الشرجل وحاضيت وتوضحت فاق وقاد دل حالة وتم حارج كيبان مأنتك غير حل ياسين الباب وأميرة خوات عليه سطل ديالما كانت مش داهم اللي فاقت وياسين ولا كلهم بهدل أصلا كانت باغة تردلي في الصرف ديال البارح قال اف ايش هذا مالكم ما كتشوفوش وهي تقوله حيد من الطريق اراه قع ما شفتك ولا خذتك غير انت تغوت وهو يقول هادي انت يا ديك البرهوشة أميرة ردت للصرف هو هادك تقول واذقلات شي حاجة وكملاتها وجملاتها سدات شرجم وخلاتو كيهضر بوحده قال اوف على زهر هادا ايش هاد الحومة كيف يقع لنبوري رجع ياسين للطال وقاد حالته وخرج عهو التاني ومشى لخدمته ياسين في عمره 28 عام وخدام طبيب في كلينيك أما أميرة مشات صايب الفطور حسات بالنشاط والحماس والمعنويات زادوا وطلعوا ليها خرجت من الدار باش تمشي تجيب الحليب وطلقات مع هاجار حد الباب قالت هاجار صبح الخير أختي وهي تجاوبها أميرة صبح النور يا كنتي هي جارتنا جديدة وهي تقول لها هاجار آه هي أنا عافكي بغيت نسولك قالت أميرة سولي أختي وهي تقول هاجار بغيت نسجل والدي بشي مدرسة وبغيت تكون قريبة من هنا قالت لها أميرة آه كان عرف وحد المدرسة قريبة جات غير هنا في الدورة ديال الدرب لاخر وهي تقول لها هاجار عافك يا أختي وش ممكن توريها لي وهي تقول لها أميرة شوفي صبري شوية غدا نتسخر ونرجع للدار ونلبس ونمشي معاك قالت هاجار ولكن عندك نعطلك على قرائتك قالت أميرة لا أنا ما كان قراش غير قال صف الدار شديت لباك هادي ست سنين ومن ديك ساعة وانا حارزة وهي تقول لها هاجار بس صح والله تكتباني صغيرة قلت يمكنك تقرأ أميرة كتهضر مع راسها قالت كل شي كيشوف ني صغيرة إلا ما موت ريكتها وهي تقول المهم ما غاداش نتعطل عليك شوية وندق عليك قالت ليها هاجار واخاختي ربي خليك مشاتت صخرات بسرعة البرق ولبسات ومشات دقات على هاجار ومشات مع هالمدرسة هي وولدها وسجلاتهم المهم المدرسة كانت قريبة منهم من لي كملوا رجعوا في حالهم وشكرتها بزاة قالت هاجار شكرا بزاة أختي والله لا درتي فييا خير كبير وهي تقول أميرة لا أختي الدنيا هانية اللي احتاجتي هاقولي هالية غادت القايني وهي تقول هاجار زيدي دخلت فطري معانا عافك قالت أميرة لا غير خليني نمشي للدار وهي تقول هاجار لا والله احتطلعت فطري معانا راسخ صختك معايا في هاد الصباح وهو ما عند الباب سعدية خرجت وهي تشوف بنتها فيقا واقفة كتعاون في الشعب وهي عند بالها ما زالة خامرة قالت صباح الخير هاجار كيف صبحتم زيان كي جاتكم السكنة جديدة وهي تقول لها هاجار صباح النور المهم أنا عجباتني حيد شعبية وهي تقول أميرة ماما فين الغدا قالت السعدية غدا نجيب الحليب والخبز وهي تقول لها أميرة راه جبتهم ودرت الفطور السعدية استغربات هاد الشي اللي سمعت وبخات غير ساكتة وهي تقول هاجار واش السعدية ماماك قالت لها أميرة اه قالت هاجار هاكك قولي انتي دريفة بحال ماماك وباينة حادقة المهم السعدية بقت غير حل عينيها من اللي سمعت القادية فيها الضرافة والحداقة ما بغتش تفرش بنتها قدام هاجار وهي تقول آه صافي أنا ما شفتهمش قالت هاجار خالتي أنا غدا ندي أميرة تفطر معايا ويلا حتنتي وهي تقول لها السعدية صافي يا بنتي أنا غدا نمشي نشوف الطاط ونشوف راجلي بايش يمشي لخدمته قالت هاجار صافي المهم أميرها هي معايا دخلوا للدار ولقاوا خديجة موجد الفطور والدار تقول هادي عام سكنوا فيها مقادة وكل شي في بلاستو حيث ياسين جاب شي تراري بالليل وطيبوا كل شي في بلاستو وقدوها سلموا للحاجة خديجة وقالت هاجار ماما هادي رهبنت السعدية لي جات عندنا البارح قالت لها خديجة ها تبارك الله شحال زوينة وهي تقول أميرة ربي خليك خالتي قالت هاجار عرفتي هي اللي مشات معايا وسجلت زيد في المدراسة ره قريبة غير هنا قالت خديجة الله يرضى عليك بنتي زيد وتفطروا ونكملوا الهضرة قل سوي فطروا شوية سمعوا الدقان ومشات هاجار حلات ولقات خوها قالت له ايش عندك انت غادي جاي هاد الصباح وهو يقول ظهري عوج راه نسيت شي وراق خديجة قالت من لي جيت هاجي تفطر قال هي اللي ولا الوليدة وهي تقول هاجار شفت يا ماما هادياسين ما عمره يتبدي وهي تقول لها خديجة ياك كانعيا نقول لك خلي عليك خوك في التقار راه مسكين كيضل خدام مع قوم صدي ربي كله واحد بش مريد وانتي كتضحكي عليه راه فيه الصبر ديال الدنيا والدين ضحكت هاجار وقالت ابقى فيك الطبيبة وهنا فهمت أميرة باللي هو طبيب يلا هنهار هادا بش سكنه وقدرات تعرف تريكتو وتصحم عاختو وهي تقول الموهي مختي انا غادة لمشي للدار ونشوف ماما وهي تقول هاجار اللح شو مزيد يقلسي قالت أميرة اللارة تعطلت وهي تقول هاجار الموهي خليلي يا النمرة ديالك إلا حتاجيتك نصوني عليك عطاتها النمرة وخرجات ومشيت للدار وكلها نشاط وحماس وغير وصلات وطارت لبيتها حيث الدار كانت مجموعة مشات وعيطات على وسيمة ولقاتها مازالة نعسة وقالت مع بالها حتى هي تستغل الوقت وتنعس باش الليل تردو عسة وضرباتها بوحد النعسة حتى جات عندها وسيمة كان حدا الوقت كنتم من السجر ويقوم به من حاله من محافظة وحدش عن شرع أزالة وزالة حتى نشاط حتى يأتي وقالت هابطي خلاصة واسيمة راكي تعطلتي ما تمرضينيش فراسة واسيمة حسات بالباطل نزل عليها ما عرفتوش منينجا وهي تقوليها أميرة قال المرد تحركي دغيها هابطي خلاص وانتي تقولي كاتم الشايح للجاج وهو يدحك ياسين وشافيها وقال ما تتعصبيش را الأعصار ما كيسلحوش للبراهش بحالك قالت بسم الله الرحمن الرحيم من قيمت وانتهنا قاع ما شفتك وادير غير الحس راك كبير زعمة هاد الشي راكي ديروه غير البراهش ومشيت كاتم اختر جيه الدار وسيمة كاتم اختر بصندالة دلميكا وبيجامة فيها أراني وسيمة تبعتها وقالت لها مالكي فضحتينها وهي تقوليها أميرة داروري كان خاسني نضحبشي حمزو وجات فيك صحبتي قالت لها وسيمة بازعيك وهي تقول أميرة ما شفتي والو باقى نخلي الطبيري داويني المهم دازوليان وكتلاقها جر هي واميرة حدا الباب وعمليات العساب الليل ونهار في سرية تامة ومرة مرة كتدي زايد توصله لمدرسة وكتبقى تسول فيها على ياسين وكل صباح ياسين كيخرج كيمشي لخدمته يقابل المرضى تياره أما أميرة كتبقى توجد أشنو غدا تدير هادي ياسين بقى كيدير فيها خير كتفيق بكري وكتجماعه تصيب لفطور واحتم هالأحضات التغيير عند بالها دخلات لها الهضرات يارها المهم دارت شقا كله وردات الدار كتشعال ومشات لبيتها وحطات الباسي ديالها فوق تودها دوزات النهار غير في الدار حتى من واسيمة قالت لها آجي وجاوبتها باللي مشغولة المهم وصلت لأشية ودارت لأشية وكلات تنسيان جمعات وغسلات لمماعن وكل واحد مشا نعس في بيته محلات الواتساب مره حيث ولات كتهضر هيو ياسين بالواتساب من اللي كانت عيطات لها ختم عنده صيفت لها بزاف دلمساجات وما جاوباتوش ابقى كي يشوف باش يقشعها من شرجة ووالو ما بانتش ليه مره وصلت 12 دليل وناضت أميرة كتغوت في الدار وكتبكي بالحريق وجاة أمها كتجري عندها قالت مالكي أشكاين يا كلاباس قالت لها أميرة كرشي كرشي كتحرقني وبدات كتغوت جا حميد بباها وقال لها مالكي يا بنتي شنواقع وهي تقول له السعدية خاص هاتمشي للسبيطان لا تكون كلاد شي حاجة هي يراها بحل هيشة وهو يقول لها حميد اه ضروري انا غادي نخرج نشوف شي تاكسي وهي تقول له السعدية ودق بعدها غير على ياسين وحاد شوف التاكسي مشا حميد كيشري ودق عليه قال له عافك ولدي إلا ما أجي شوف معايا بنتي وهو يقول له ياسين يا كلاباس شنو عندها؟ قال لي حميد ما عرفتش غير كتغوت بكرشها ياسين تفزع حس بقلبه تقبض عليه مشا معفاها ودخل بيتها ولقاها كتغوت تخلع عليها ومعرف ما يدير تخربق ومعرف ما يدير بقاك يسول فيها شنو كليتي؟ وهي تنقزمها وقالت ما خلات مكلات دايرة بحل هيشة شافها ياسين وقال ما عند هواهي كوني هاني ديري لها شكاس الحليب السخون غير سماعاته السعدية ومشا تديره لها وياسين بقى معاها وقال لها والله حتت تخلعت عليك شنو قا عليك؟ وهي تقول له والو غير شوية الحريق والو غير شوية الحريق وهو يقول ودابا مزيان قالت آه مزيان الحمد لله وهو يقول لها وانا كنقول علاش ما شفتكش اليوم البرهوشة وانتي مريضة خلحتين وهي تقول له ما عندك علاش تخلع أخويا خنزر فيها وقال بيكون عندك بس ردي البال لراسك البرهوشة قال لي حاميد ياك ما عند هواهي بعدا وهي تقول السعدية ولات مزيانة قال لي هم ياسين آه راها مزيانة ما عند هواهي غير تقلات في العشا ياسين قبل ما يمشي وصاها تحل واتصاب باش يعرف كيف بقيت المهم شاكروه ودعو معاه وهو غير مشا وشد التليفون واكتب ليها كي بقيت يا البرهوشة قالت الحمد لله وهو يقول ما تبقيش تاكلي بالثار قالت له دابا كتعيرني حدرتي فيها خير وهو يقول لا واللهي ما هكاك راكي غير انت اللي برهوشة عندنا وهي تقول له دابا انا برهوشة قال احسن برهوشة شفت وهي تقول واشنو دابا قال احتى حاجة الغد ليه فاق وقاد الحالة عودتاني كيف ما دي ما لبس واحد السروال كحل وقاميجة بيضة وصبات كحل ودارت تريكه على كتاف اما هاجات عيطات على اميرا كترغبها باش تدي لها زيد المدرازة حيت هي مشغولة وباغت مشي دغيال محال ديالها اميرا غير فاقت ودارت روتينها اليومي ولبسات جلابة في الكحل جاتها فنة ودارت واحد صبيبيت وشال في نفس اللوم وخرجات من بيتها ولقات ماماها سبقاتها الكوزينة قالت صباح الخير اماما وهي تقول لها السعدية صباح الخير وفين غادة؟ شفتك مقادة قالت اميرا غيرها جار صونات العذية بغت مين نوصل لها ولدها المدرسة وهي تقول السعدية مزيان نهيت باش يالله تشمي الهوديا لصباح وهي تقول اميرا ياكي واخا انا غادة نمشي نشم هاد لهوة ونشوفوك هدايا وما غادة نرجح تال العشية تهنيتي المهم مشات اميرا ودقات في الباب وحل عليها يازين وشافها وخرج عينيه حيت اول مرة كيشوفها لابسة حويج مزياني منهار سكن هنا وهي قد دور غير بالبيجامات وفي جميع الالوان لبستهو ابقى واقف عند الباب وكيحنظ وحتى هي كتشوف فين قالت واش زايد وجد وهو يقول ليها يا سين شنو قلتي وقالتلو زعمان تا طبيبو مكتسمعش يواغ سلو ادنيك مزيان قال ليها الا بسطاح شنو قلتي قالت فين مشيت واش زايد وجد اه غير بشوية فضحتينها وهي تقول هاجر اميرة جيتي دخلين فطرو كاملين وهي تقول لا غير خليني قالت خديجة اول يا بنتي زايد دخلي وهو يقول ليها يا سين زايد دخلي قالت له رهنت اللي حابسني في الباب المهي دخلت وقلسات معهم مرزنا ومتقلة هزات المحفظة ديال زايد وخرجات وطبعهم يا سين قال باللاتي مالكم مدروبين سناولي نوصلكم وهي تقول اميرة ومن اللي انتا غادي علاش نمشي انا نوصل يا سين مالقة ما يقول ولكن زايد قال الله خالته ضروري تمشي معايا انتا بغيتك تمشي معايا عند الاستاذة حيت خاله غادي تعطل الى بقى معانا وهي تقول اميرة وخصاف وقال يا سين اه بالصاح احسن تمشي معانا وهي تقول واش حتام تا غادي ندخل معاك عند الاستاذة اضحك وقال ما كرهتش تمشي معايا المهم مشاوا ووصلوا زايد دخلت معاها اميرة لمدرسة ومشات معاه لعند الاستاذة خرجات لقات يا سين ما زالت من قاتل مع التموبيل زا ما خسرات وهي تقول مالك اشنو كاين مال حالتك هكا قال هانتي كتشوفي ما بغاتش تخدم وهي تقول المهم انا غدا نخليك غدا نرجع في حالي وهو يقول صبرين صايب هاد الخرشة شاو نوصل لك وهي تقول لنا ماشي مشكي انا غدا نشي بوحدة المهم غير بدات غادة وهي تسمع ياسين كيعيط لها قال صافي وقفي رهت صايبات ركبات محافة التموبيل وبقى غادي وهو كيهدر وهي ما كيناش هنا وقال لها نزلي رهو صنو قالت اه صافي شكرا انا غدا ندخل دابل دارنا قال انا دار وهي تقول ياك وصلت لي قال وشهر بدواك حيط ركي ماشي نورمال قالت كيفاش صافي انا غدا نزل وانتظر شوف شغلك وهو يقول زيدي ندير لك شبرة باش تفقي حيط انتي ركي في الكليليك عميرة بقات كتدور في عينها وقدير فحص للمكان وهو يقول ياسين مالكي مكت هدريش واش تحصبتي حيط جبتك هنا بغيت غير نوريك في الخدام وهي تقول لا هانية هاد الكليليك كان عرفها قال ليها ايوان مزيان المهم اجي معي نوريك الكليليك مزيان من بعد ما عرفها على الكليليك كامل خدا ياسين شي ورق من المكتب دياله وخرج هو واميرة وداها الوحد الريستوران قلسوا فيه وفضروا ومن بعد خرجوا وبقوا كيت ساروا في المدينة ومن بعد مشوا لمدينة الالهار ضحكوا وهضروا وتفكروا الطفولة ديالهم ومن لي عيات اميرة حبثات ميلا وقالت بغيت نمشي في حالي راهييت بزاق قال ليها ياسين واخا غادي لمشي وفي هاد الاثناء السعدية ورجلها عيط ليهم شي حد من عائلتهم ومشاوا وصدوا الباب عند بالهم اميرة هزا السوات وفجات ابقات كالدق وملقات حتى شي حد صونات على ماماها وسولاتها وقالت ليها باللي راهوا ممشاوا عند شي حد من عائلتهم مريض بزاق وهي تقول اميرة وشنو دابا صافرتو وخليتوني وهي تقول السعدية وزع ماركي كبيرة ماشي درية صغيرة عيطي على واسيما باش تبقى معاك في الطارق احتى نجيو وهي تقول اميرة راه المشكيل ماشي اناني نبقى بوحدي المشكيل اناني مهزاش سوارت وهي تقول ليها السعدية يا وشنو دابا اشغدت ديري وهي تقول اميرة صافي كوني هانية انا غدا نمشي عند واسيما وغنقلس معاها حتى تجيو وهي تقول السعدية يالله بنتيتها الله يفراسك وحلى راه غير يومين هكا وغنجيو ومشيت اميرة لدار واسيما ولقات الدار مسدودة قلسيت كتسنة فيهم وماجحت شي واحد وهي تصوني عليها وقالت ليها واسيما باللي راهوا مكينينش معروضين عند خالتها غدا تزوج بنتها اميرة ما بغت تقول حتى حاجة وسيما باش ما تشتنهاش قطعت معاها وطحت بقالها تمشي عند هاجار وتبات معاهم دقت عليهم وخرج حليها ياسيما قال اميرة يا كلاباز بغيت يجيو حاجة قالت هيا دخليني ندخل كلنا نبقى في الزنقة وهو يقول فين غدا تدخلي وهي تقول واش نبات في الزنقة دابا ياك كلم لي يا هاجار قال ليها وغير سمعيني دخلها وقلسوا في الصالون وعودات لي هلي كاين وهي معصبة وهو يقول ليها وفين كنتي من لي جينا راه لحضاش هدي دلين دابا قالت راه قلت ليك فين كنت بقيت كنت سنة في واسيمة صاحبتي ساعة ما جاتش وهو يقول وعلاش ما جيتيش ديك الساعة قالت كي حساب لي واسيمة غددش الموهير واش هاجار نعسات تحك يا سينو قال لا اصلا ما كين حتى شي حتى قالت اشنو وهو يقول مالكي فاتحانة وهي تقول كين غير انت بوحدك قالت ولكن الدار خاويه وانت وانا وهو يقول شنو بغيتي تقولي احنا بوحدنا في الدار ياكي قالت ولكن قاطحه وقال وشنو غادت باتي في الزنقة قالت لا وهو يقول ليها يعني غادت باتي هنا يا معايا اميرة مالقات مالديه قبلت الامر جاب لي هبي جاما من عند هاجار وقال لي هات بات في بيته وهو غي يمشي العس في بيت ماما فاقه الصباح وفطره وقال ليها يلا دغية تلقينا خلاص باش نمشيه قالت انت اللي غادي اما انا ما عندي فين نمشي وهو يقول لا غدا تمشي معايا واحتل العشية ونجيبك ونقول لي هم غدا تبقاي معانا قالت وصافي غدا نتسلناك هنا واحتل تجي وهو يقول ومن لي نجي نقول لي هم بيتين بجوج بوحدنا في الدار قالت لا بلاج انا غدا نمشي معاك خرجوا وركبوا في التموبيل وديري كتل الكلينيك قال ليها اليوم غدا تدوزي معايا هنا ما عندك فين تمشي من لي نسالي الخدمة غنمشي والدار غدا تكون الواليدة وهاجار جا وهي تقول واخها ماشي مشكيه وهم داخلين هند الطبيبة اللي خدامة معاه شافتهم ما عجبهاش الحال تعصبات مشات عندهم وهي تقول اصبح الخير ما لك تعطلتي قال ليها راه درتي فيها خير من اللي صنيتي عليها عاد دورات وجهها وشافت اميرة وقالت السلام حبيبة انت اياه هنا وقع ما شفتك وهي تقول ليها اميرة اهلا كي ديرا قالت الحمد لله وهو يقول ياسين هند بقيت كتشوف اميرة وبغيت تحرجها وصل الممرضات والناس وهي تقول اميرة شفتك مازالة باللبسة ديال البارح واش ما تخيتيش بيها ولشنو وهي تقول اميرة لا خالتو غير كنت بيتها معاياسين في الدار وما كانش عندي الحويش جزايدين هند مصدقاتهاش وقالت ليها كون قلتي الهاجار تعطيكش البيسة حبيبة راهز لح ما عندها محال دياللبسة وهي تقول اميرة ايه عارفة خالتو كون طلبتها الهاجار ما كانتش غدا تبخل عليها ولكن خسارة وهم ما كانوش في الدار قالتين شنو بيتين غير بجوج وهو يقول ياسين ايه اختي هند بيتنا بجوج خلاوها في ازمة نفسية ومشاوا وصل اميرة للمكتب ديالو ولبس لوزرات ديالو ومشا يشوف المرضى اميرة بقى تقالسة في البيرو وكتشوف فيه كداية وتفكرات تعيط الماماها وتسولها كي بقات طمعناتها عليها وقالت ليها تكون هانية من جهتها المهم هند بقات كتموت بالغدايد من فعد دكشي اللي سمعت وبغات باي طريقة تخرج اميرة من المكتب ديالياسين خلت تحت وصلات الجوج فاشكي حبسو الزيارات ودارت خطه بشتشوه اميرة وتخرجها من المكتب ديالياسين حيث تصدمات جو الصدمات في دقة من لي اميرة قالت ليها بيتها مع ياسين ومن لي ياسين قال ليها اختي المهم مشات هند عند مكتب المراقبة وقالت ليهم بلي كينشي حد من غير الناس اللي خدامين في الكلينيك والمرضان اللي ناعسين هنا وهو يقول لها مدير الامر كيفاش كينشي حد دكتورة قالت راه كيف ما سمعتي قال ما يمكنش راه ممنوع الزيارات في هذا الوقت وممنوع كل يين يبقاش يعنصر من غير الاطار الطبي والمرضان اللي كينين وهي تقول انا عارفة دكشي على الجيد نعلمكم خفت لتكون جاية تختفش يدري صغير والله بغا تدير شي حاجة وهو يقول المدير ديالامر فين كينة هاد قالت شفتها مخبية في البيرو ديال الدكتور ياسين ومرتاحيتش ديها مشاو غادين كي يجريو ومدير الامن جا شاعل ومعصر ومشا ديري كتل المكتب دياتي قال السلامة انيسا اشنو كتديري هنا في هاد الوقت قالت وعليكم السلام انا كنت سنة الدكتور ياسين وهو يقول لا 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 هنا ماشي بلاسط الانتظار حيت ممنوع يبقاش يحد من غير الطاقة من الطبي والمرضى وهي تقول سمح لي انا ما عارفاش راه جيت غير مع الدكتور ياسين وهو يقول ولكن بقاش من صيفات بقايه هنا راه كان نقول ليك ممنوع واش ما كتسمعيش إيه لا سمحتي تفضلي خرجي برا وهي تقول ولكن انا قاطحها مدير الامن وقال انيسا ما كاين ما ولكن هدرت معاك خرجي في هاد الوقتة كانت هيند غالسة على برا وكتفرج وكتستمتع وكتشوف اميرة وهي كتسمع في الاهانات وكتبهته وفي هاد اللحظة ياسين كان راجع للفيروديالو وكانت اميرة ما زال كتسمع جميع انواع المحاضرات والاهانات كتابة كتابة انتحدث اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة